خيار الحرب في مقابل الفرصة الأخيرة للسلام حقيقة تعبر عنها التطورات الميدانية بوضوح كامل في ضوء المعارك التي تدور في جبهة الساحل الغربي وتعبر عنها بالقدر نفسه التصريحة الصادرة عن مسؤولي الحكومة بشأن مصير الحديدة ومينائها فعلى المستوى السياسي دعا وزير الخارجية خالد اليماني الحوثيين إلى التعامل الجدي مع مقترحات المبعوث الأمم إلى اليمن واغتنام الفرصة الراهنة للسلام لأنها قد تكون الأخيرة كما دعاهم إلى التوقف عن انتظار الدعم من إيران وطالبهم بالانسحاب من الميناء والمدينة وتسليم الصواريخ الباليستية وكامل السلاح للدولة قبل أي ترتبات سياسية تعقيدات الحل السياسي تحول دون نجاح المبعوث الأمم حتى الآن في إحراز أي تقدم فحسب الوزير اليماني لم تسفر مفاوضات غريفث مع الحوثيين عن أي طرح جدي يمكن البناء عليه رغم كل ما يبضيه الرجل من تفاؤل وتتضمن خطة المبعوث الأممي الهادفة إلى تجنيب مدينة الحديدة أي معارك مسلحة أربعة بنود أبرزها ضرورة الانسحاب الكامل للميليشيا من المدينة تجاهل الحوثيون بحسب الوزير اليماني هذا البند وغيره ووفقوا فقط على بند يقضي بالإشراف الأممي فنيا ولوجستيا على إيرادات الميناء الوزير اليماني استنكر في معرض رده على سؤال ما يقال بشأن تأثير انضمام قيادات من عائلة صالح إلى المعارك في تحقيق الكثير من الإنجازات مؤخرا معتبرا هذا الطرح بأنه غير منصف وشدد في الوقت نفسه على أن أي جندي أو مقاوم ضد المشروع الحوثي لا ينتمي إلى الشرعية فهو خارج الصف الوطني ميدانيا تقدمت القوات الحكومية ممثلة في ألوية العمالقة إلى مركز مدينة التحيط غرب مدينة زبيد وخاضت هذه القوات خلال الساعة الماضية معارك لسيطرة على مديرية الأمن وتقوم بعمليات تمشيط واسعة لملاحقة مقاتل الميليشية في هذه المدينة الأنباء الواردة من التحيط تفيد بتكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات إثر المعارك التي دارت بإسناد من طيران التحالف وهدفت إلى تأمين خطوط الإمداد على الساحل الغربي خيار الحرب إذن هو الذي يترسخ في التعاطي مع استحقاقات إنهاء دورة الحرب والعنف في اليمن فيما يبقى الأمل ضعيفا في إحراز اختراق سياسي من جانب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن